النهاردة كان فيه تصريح لمرموش مهاجم المنتخب الوطني وفرانكفورت الألماني قال إن لعبة المنتخب الوطني حيبزلوا أقصى مجهود لتحقيق هدفهم في هذه البطولة والفوز باللقب أضاف وجود محمد صلاح في قيادة الفرعرة ناجح في تجميع اللاعبين بروح طيبة هو ده اللي دايماً بكلم فيه مع حضراتكم إنه إذا كان هناك البعض بينتقد أداء محمد صلاح ماشي من حقك تنتقد أداء محمد صلاح ولكن محمد صلاح يا جماعة وجهة نظري إن مجرد وجوده في الملعب بيفرق كتير جداً جداً مع المنتخب مصر وقياس مع الفارق يعني مع الفارق هنا ميسي ومحمد صلاح ميسي في الأرجنتين بيعمل إيه؟ وقعد فترة طويلة جداً بيحاول يحاول يحاول غتل مربنا كرم وقاب خد كاس كعالم وخد كوبا أمريكا وخد كل حاجة مع المنتخب بلاده كلنا في ظهر محمد صلاح عشان يستطيع أن يفوز محمد صلاح يستطيع قيادة متخبنا الوطني للفوز بهذه البطولة محمد صلاح ملهم كبير لكل الشعب المصري كم واحد من حضراتكم وكم واحد من الناس اللي بتنتقد أداء صلاح لمجرد النقط انتقد أداءه في الملعب حقك ولكن كم واحد من اللي بينتقدوا أداء صلاح نفسهم ولاده يطلعوا زي محمد صلاح حد يطلع يقولي محمد مأثر شوية ممكن يكون تعبان ممكن يكون زي ما قلت لحضراتكم والله 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 موضوع الرطوبة ده موضوع مهم جدا 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 وأنا نفسي يعني أنا حصل معايا موقف صعب جدا 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 في سحل العاج في كودفور ما كنت بلعب يعني فأنا عارف إن البلد هناك صعبة ورطوبة فيها صعبة والله ليس مبررا ولكن بجد بيؤثر لكن الماتش اللي جاي ما فيش حاجة اسمها كده فيش حاجة اسمها رطوبة فيش حاجة اسمها كذا إحنا كنا بنبقى رائحين نلعب ماتش وراجعين تاني ولكن حضراتكم كلعب المنتخب قاعدين فترة طويلة إن شاء الله أو بقى لكم عشر تيام سبعة تمن عشر تيام الفترة اللي فاتت تستطيعوا أن انتوا تتكيفوا على الموضوع تتكيفوا على الرطوبة اللي موجودة ملاش حل خلاص لا أحد لا أحد حينتظر أي حاجة من حضراتكم كلاعبة إلا الفوز إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي فمرة تانية بقول لحضراتكم الكل يسعى لإسعاد الجماهير المصرية ده كلام عمر مرموش أو ما زال كلامه مستمر وبيعتبر الجماهير المصرية محفز دائم للمنتخب من أجل الفوز أيضا قال عمر أنه من حق الجماهير اللعبين أن يطمعوا في الفوز بكأس الأمم الإفريقية لأن تاريخ مصر كبير ونمتلك عوامل الفوز بهذه البطلات قال إنه يتمنى الانتقال الدوري الإنجليزي الذي يلعب فيه محمد صلاح ووصفه بمثله الأعلى بيني وبينكو محمد صلاح هو مثل ومثل كبير جدا جدا في الاحترام في الأدب في الأخلاق في اللعب في الفنيات في كل حاجة في كل حاجة محمد صلاح هو الايديال بتاع المثل الأعلى لابنك لو أنت عايزه يطلع زي زي محمد صلاح فمن فضل حضراتكم نبتدي بقى من النهاردة أنا شفت شوية مبارح لكن مبارح النهاردة بكرة إن شاء الله كل الدعم للمنتخبنا الوطني حتى يستطيع أن يفوز في مباراة غانا وبعد كده نبقى نتكلم في المباريات القادمة وخلي بقى لحضراتكم هناك لجان واضح هنا أنا بتكلم بقى لأنه هناك لجان بتسعى لتشويه صورة المنتخب بتسعى لتشويه أي حاجة حلوة في مصر أي حاجة حلوة في مصر فالجان دي ابعدوا عنها حضرتك فكر خلص المنتخب كان وحش وحش خلينا بقى نساند عندنا مطش يوم الخميس هو الأهم في تاريخ هذا الجن من اللاعبين هللي بقى لحضراتكم فنساند وندعم عشان ربنا يكرمنا ونبقى بعد كده ان شاء الله ربنا يكرمنا يوم الخميس ونبتدي نفكر بقى بعد كده في المباراة اللي بعد مباراة يوم الخميس